اشتركوا في القناة من شكلها اللي تعود الجمهور عليه عندما انطلقت للنجومية بدور فيحاء في فيلم اللي بالي بالك مع النجم محمد سعد وبعده في مسلسل رجع لك يا سكندرية مع الفنان خالد النبوي سور نيفين مندور قسمت الاراء فالبعض يرى انها تبدو اكبر عمرا ويبدو عليها الارهاق والتعب بينما قال اخرون انها تبدو رائعة بمكياجها الخفيف خاصة ان عمرها 48 عام مرت خلالها بتجربة قاسية في الادمان ثم السجن وكانت نيفين مندور قد وقعت في ورطة عندما تم القبض عليها قبل سبع سنوات بعد ان تم ضبطها برفقة شابين اخرين داخل سيارة اثناء محاولتهم الفرار من كمين وبتفتشهم تم العصور على سجارة حشيش واربع طلقات نارية داخل سيارتها ثم تم الافراج عنها قبل ان يتم القبض عليها مجددا في قضية مماثلة ليتم الحكم بسجنها في عام 2016 وتم اخلاق سبيلها بضمان الاقامة وكان قد تدور مشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية نيفين مندور بعد 17 عام على غيابها على الشاشة وظهرت نيفين مندور في الصورة مع صديق لها في حفلة عيد ميلاد احد اصدقائها وركزت التهليقات على احتفاظها بجمالها رغم تقدمها بالسن وطالبوها بالعودة الى الشاشة مرة اخرى ويشار الى ان نيفين مندور هي مواليد عام 1972 وانها انتخبت في احد الاعوام ملكة على عرش الجمال المصري اشتركوا في القناة